اشتركوا في القناة على رأس قائمة اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معهم هذا الصيف المدرب كورديولا يخز العالم ويقرر التعاقد مع نجم المنتخب الوطن المغربي بصفقة خيالية نادي الأهل المصرية يوجه صدمة قوية للمغربي أشرف بنشرقي بعد فسخ عقده مع نادي الجزيرة الإماراتية إدارة نادي فيورونتينو الإيطالية مساءة من سلوك النجم المغربي صفيان أمرابط بسبب هذا القرار أكدت إدارة فريق نادي الرجاء الريادي لكرة القدم أن النادي يتشبه بقيم الروح الوطنية من قبل الاستقلال وأضاف الفارغ الأخطر في بلاغ له أن النادي ظل على مر الزمن وفيا لقيم ثوابث الأمة لمأسسات الدولاء واشتدد المكتب المديري للنصور على أنه يشجب ويندد بكل الممارسات المسؤولية التي تصدر من أشخاص مدسوسة وسط الجماهير في مباراة نهائي كأس العرش يضيف البلاغ ووصل البلاغ أن المكتب المديري لنادي الرجاء الريادي يعبر عن أسفه الشديد لما وقع في هذه المباراة ويؤكد حرصه الشديد على الاحترام القوانين شأنه شأن جميع مكونات هذا الكيان وبعيدا عن كل بعد أن ينسب إليه من فعل المخالف القانون أو الخلاقية وقيم ريادية عموما واختجم البلاغ تدعو جماهيرنا الوفية إلى الافتلاف حول الفريق في الاستحقاقات المقبلة ومساندة دائمة إلى حين العودة بالفريق إلى سكة الممجاد والأقابة يواصل اسم الدولي المغربي يوسف انصيري التواجد على طاولة العديد من الأندية خلال أمريكا تشوصي في حالي بعد تألقه رفقة فريقه إيشبيريا وكذا مع المنتخب المغربي في مونديل قطر 2022 وحسب صحيفة لغازيتا ديلو سبورت لإيطاليا فإن الإنتر حدد أسماء اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معه لتعويض روميليو لوكاكو الذي تجاهل الاتصالات النادي الإيطالي وأكد مصدادته أنه من بين اللاعبين الذي وضعهم الإنتر داخل دائرة اهتماماته يوجد اسم الدول المغربي المهاجم يوسف انصيري وتضم القائمة كل من الفارو مرتع لاعب نادي أتليشوكو مادريد جان كوساكوما نانويسهام وفلورانيو بوجاد لاعب أرسنال وفقا للمصادر الإيطالية كشفت تقاريص صحفي الفرنسية اليوم إلى أن الإسباني بيب غورديولا يضع الدول المغربي أشرف حكيمي في قائمة اهتمامه خير فترة الانتقال الصيفية الرهنة وفقا للصحيفة الفرنسية فإن أشرف حكيمي منفتح على فكرة اللاعب في الدور الإنجليزي الممتاز وتطور تحت قيادة بيب غورديولا وكشفت تقارير في وقت سابق أن إدارة مونشيستر سيتي على استعداد تام لدفع مبلغ 70 مليون أورو لبايسان جرمان للدفر بخدمات النجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي هذا الصيف وعن يقف الفارق الباريسي في طريق أشرف حكيمي إذا أراد اللاعب المغربي الرحيل هذا الصيف إلى وجهة جديدة في ظل رغبته في إحداث الثورة داخل صفوفيه ويذكر أن نجم المنتخب الوطني المغربي أشرف حكيمي انضم إلى صفوف نادي بايسان جرمان الفرنسي في صيف 2021 قادما من انتر ميلان الإيطالية مقابل 60 مليون يورو كشفت المصادر الإعلامية المصرية الشروط التي وضعها المهاجم أشرف بن شرقي اللاعب فارق الجزيرة الإماراتي من أجل انتقال إلى صفوف الأهل المصري وقال أحمد حسن مصدر داخل الأهلي أن أشرف بن شرقي طلب راتب سنوي ضخم نسير على سياسة مالية لا يمكن الخروج عنها للحفاظ على غرفة خلع الملابس وبدأ أشرف بن شرقي بشواره الريادي من فاس ثم انتقل اللاعب مع الوداد الريادي موسم 2016-2017 وبعدها الهلال السعودي موسم 2018-2019 وتمت إعارته إلى ليون في نفس الموسم ثم انتقل إلى الزماريك المصري ولعب معه في سنة 2019 إلى سنة 2022 وانتقل بن شرقي للجزيرة الإماراتي عام 2022 وظهر مع الفارق في الموسم الرياضي والذي خرج فيه الفارق دون أي بطولة أثار نجم المنتخب المغربي سفين أمرابة إسياء إدارة نادي فيورونتينا بسلوكه في دل رغباته الكبيرة في مغادرة النادي الإيطالي خير فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذكرت صحيفة كوريا ديل السبورت الإيطالية أن إدارة فيورونتينا مستأمة من سلوك نجم المغربي سفين أمرابة وتعامله وذلك بإشهار رغبته الكبيرة في الرحيل عن الفارق دون أي دبلوماسيات منها وتابعت أن وضوح الدول المغربي وتصرفاته دفع إدارة نادي فيورونتينا الإيطالي للموافقة على رحيله اتمت الاستجابة لشروطها الممثلة في التوصل بـ 20 مليون يورو ويتدخل مجموعة من الأندية البارزة على خطف التعاقد مع سفين أمرابة ببدينين اهتمام المغربي وعلى رأسهم كل من أطل جوكو مدريد الإسبانية ونادي ليفربول وموشيل سيريون يجد الإنجليزية هنا ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر